في حلب هي محرقة أو مخنقة مدام الناس أطفال يخلقون بأسلحة سامة وبغازات سامة فأنا أسميها مخنقة بمعنى الكلمة وهي وصمة عار في جبين المجتمع الدولي لأسف المجتمع الدولي الذي لم زال يتباكى على جروزني وما حدث في عدة مناطق بأنها وصمة عار في جبين المجتمع الدولي الآن تحدث محرقة أخرى أو مخنقة أخرى هي أسوأ بكثير بما حدث في كثير المناطق المجازة أنا أعتقد أن حلب بقدر ما هناك صراع بين نظام وثوار شعب ثائر ضد هذا النظام أيضا هناك أجندات دولية تتصارع في هذا المشهد حلب ستظل هذه محرقة حقيقية إذا تكلم من منطق القانون الدولي للأسف الشديد أنها جرائم حرب تحدث في وضع النهار وإذا تكلمنا بمنطق السياسة أعتقد أن على الدول التي تعم الثوار غير أنها تقف معهم لأن سقوط حلب في يد النظام أو في يد روسيا يعني الكثير من ناحية الاستراتيجية خاصة بالنسبة إلى تركيا ودولين أخرى